اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة الحرص على تطوير المنشآت والمرافق الصحية في كافة المراكز الصحية بمختلف محافظات مملكة البحرين منوها أن ذلك يأتي ضمن الخطط الموضوعة لتطوير القطاع الصحي بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جالالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء جاء ذلك لدى قيام معاليه بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز عالي الصحي بالمنطقة الشمالية للاطلاع على آخر مستجدات توسعة المركز في إطار متابعة تطورات مشروع التسيير الذاتي وثمن معاليه التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي والذي يهدف إلى تحقيق التقطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة والتنافسية مشيرا إلى أن برنامج اختر طبيبك والذي يأتي كجزء من مشروع التسيير الذاتي ويدعم أهداف برنامج صحتي ومن جهتها أكدت الدكتورة لولو الشويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية الدورة المثمر والدعم الذي يقوم به المجلس الأعلى للصحة لتحقيق وتنفيذ التطلعات المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية واستدامتها وذلك من خلال تطبيق الضمان الصحي ومتابعة مستجدات تفعيل مختلف البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية والعلاجية